اتجاه الثروة حسب الفونج شوي حسب طاقة المكان هو الجنوب الشرقي طبعاً كثير أشخاص يقولون صورينا لبكون وطعاً صعب هذا الشي لكن رح حاول إن شاء الله في جلسات أبرل حتكون خاصة بالوضع المالي رح أحرص بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى إلى أنه أنت تغير أفكارك ومعتقداتك عن المال وتشوف وتلمس الوفرة بحياتك بإذن الله تعالى رح نتكلم عن أهم أسرار الفونج شوي خاصة بالثروة عدى كثير تأملات وجلسات ومن ضمنها تأمل المعجزة اللي هو من ضمن جلسات أبرل رح نزيكم الإعلان إن شاء الله اليوم خليوني نحكي على اتجاه الجنوب الشرقي بداية لما أنت تطبق الفونج شوي مهن جداً تركز على الأنصر الأنصر اللي هو الخشب باتجاه الجنوب الشرقي وأفضل شي هو البامبو هذا الزرع يسمى بامبو هو يما يعرفون اسمها بامبو أقول أشخاص يسموه عصاء أو يسموه عصاء موسى فتحط الخشب تحط اللون الأخضر يعني مثلاً لاحظون أني حطة مثلاً ستارة خضرة إذا كان عندك يعني الجنوب الشرقي هو شباك أو بالكونة مثل ما أنا إذا عندي بالكونة بالجنوب الشرقي أحرص على وضع ستارة هاي أولاً لتفتح الشباكة هواي يعني يجب دقائق حتى يتهوى البيت و أسده ليش؟ لأنه في فسفة فونج شوي إذا كان الجنوب الشرقي وكن الثروة عند الشباك اللي فلوس رح تطلع من الشباك فحتى أحنا يعني نحافظ على المال نحافظ على هذه الطاقة نحط ستارة شوية ستارة خفيفة نحط زرعة كبيرة مثل هذه البامبو في اتجاه الجنوب الشرقي وأحرص على أنه شباك تفتحها شوية حتى فقط يتهوى البيت و خلص يعني أوكي هاي ملاحظة جداً مهمة أنك تنتبه لها هلوني شوية أفرجكم الركن الجنوب الشرقي فحالية تحط عنصر الخشب حتى الخشب ينمو في دورة الأناصر الدائمة في طاقة المكان الأناصر الخمسة نحط عنصر المي ليش؟ حتى يدأم الخشب حتى أنا أضمن أنه الثروة تزداد لأنه أنصر الخشب حطها بين قوسين الخشب هو الأنصر الوحيد الذي ينمو كلما نمى الخشب في بيتك الزرع يعني فلوسك تزداد فأني حتى أزيد الزرع أنم الزرع أحط عنصر المي حط هذه النافورة طبعا هذه النافورة هي خاصة للقطة وتلاحظون أيضا لونها أخضر أيضا هو عنصر المي يعني هو بينها عنصر المي وطاقة الورد وحطها اللون الأحمر هذي الدعسة دعسة باللون الأحمر رح أتكلم أيضا ليش اللون الأحمر اللون الأحمر طبعا عندي هواية لون أحمر هنا لون أحمر هنا لون أحمر اللون الأحمر يعمل على اللون الأحمر يعمل على جذب الطاقة لهذا الركن كأنما قاعدة أجذب طاقة الفلوس لهذا الركن حتى تنمو طاقة الوفرة عندي يعني دعا حاول أسهل لكم الفونج شوي بأسهل أسهل الطرق فلاحظوا عندي مثلا هذا اللون الأحمر الأملات حتى أجذب واضحة حتى أجذب طاقة المال بالشريطة الأحمر عندي هذا الشريطة الأحمر عندي صدوق الثروب الأحمر الشجرة الحمراء مدالية ريتش محفظة التنين الحمراء اللي هي من قوى الرموز فهذه هي خاصة باللون الأحمر فأحط شي بسيط حاول تكتفي بأنصر الخشب في بيتك جيب لك زرع طبيعي وحط الأنصر الداعم للخشب هو المي يعني ممكن تحط لك نافورة بطاقة المكان اهم شي انت تركز على الانصر والانصر الداعم يعني ممكن انت فتركز على وجود الانصر مثلا عندي انصر الخشب بالجنوب الشرقي اشوف شنوه الانصر الداعم هو المي احط انصر المي فتسهلها في بيتك تحط انصر الخشب تحط انصر المي ممكن تكتفي باللون الاخضر ممكن يعني تكتفي بالانصر نفسه وباللون ممكن تحط زرعة ممكن تحط نافورة ممكن تحط مثلا زرعة نبات طبيعي والفازة ممكن تكون باللون الازرق فانت هنا نشطت اتجاه الثروة في بيتك بعدين نحط لرفة شي يرمز للثروة او يحسسك بالثروة ممكن تحط عملات ممكن تحط صندوق للثروة ممكن اي شي هاي من ناحية اخر يعني زيادة قدر صعب لكن سهلها رح تستهل ركز انت اول شي تحدد الاتجاه الصحيح تجاه جنوب الشرقي اللي هو الثروة وتحط الارضة الخير خيرين لكن لما انت تجي تطبق الفونج شوي ممكن انك تكتفي بالانصر وباللون والاتجاه الصح يعني هما يشوفون تطبيق الفونج شوي حقا فركز على الانصر والانصر الدائم فبالنسبة لركن الثروة حاليا ده نحطي على ركن الثروة بعدين نحطي على بقية الامور تحط عنصر خشب والمي ممكن انصر وممكن لا خلينا نكمل بعدين بالنسبة الي يعاني عندي رموز للثروة من اقوى رموز هو رمز الانفينيتي الذهبية طبعا هو ممكن انك اي رمز انفينيتي عندك باللون الذهبي حتى لو تعليك صورة على فكرة يعني عادي يش طول شجرة الاملات كأنما هي رمز انه فعلا اموالك قاعدة تنمو حجر السترين من اقوى احجار الوفرة المالية اقوى حجار المال هو حجر السترين فتلاحظ انه برمز القوة فحط لك حجر السترين اي عدد عندك ممكن هرام ممكن حبات سترين عندك حجر السترين يعمل يعني ذبذبات مال اوكي بنفس الوقت تعمل على شاكرا الضفيرة اوكي بتون فلاتر حتى توضح لكم فحجر السترين يعمل على شاكرا الضفيرة الشمسية يخلي يرفع الثقة بنفسك يرفع الابداع بحياتك الافكار بحياتك ممكن ايضا من الرموز اللي انا حطتها طبعا انا دا اصور لانه قاعدة توصل لرسائل صورينا وصورينا اوكي شجرة الثروة اوكي هاي طبعا هي عبارة عن عدد ثمن شجرات قلت لكم هذي السنة ركزوا على الرقم الثمانية في اتجاه الجنوب الشرق حطوا ايش عدد ثمانية مثلا العملات انا رشي هنا انا حطة عملات عدد ثمانية في الثروة حتى اجذب طاقة المال اولا وانشط نجمة الثروة نجمة المال والازدهار نجمة رقم الثمانية في مدرسة الفلاينج استار اوكي فحطة عملات عدد ثمانية حتى ازيد الثروة وهنا ايضا شجرة من عدد ثمانية اللي هي شجرات الثروة حتى ايضا عصر الماي موجة الماي موجة الماي يعني شوفوا البس الشجرة اوضحكم ياه هي ثمن شجرات واحد مية ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمان اوكي موجة الماي هي زيادة عليكم في بيتك في الصالة حيكون هو مدخل الطاقة شنو اريدك اريدك تدلله ازي اتنشطه اتحبه اتحطوه طاقة المال كأنما الماي قاعد يجيني من البالكون لما يكون عندك اكبر شباك في بيتك او اكبر باردة تحط طاوزة ساني كل شي حاطة سأصوركم اياه حاطة طاوزين حاطة نافرة ماي حاطة ورد اجراس رح ليش لانو هذا مدخل الطاقة عندي فلما يكون اكبر شباك عندك في الصالة او مثلا تكون بالكون عندك اكبر بالكون فهذا هو مدخل الطاقة اهتم جدا بي حتى تجذب الطاقة لبيتك اوكي مثلما دلله بالاشياء اللي ات تقدر عليها يعني سهلها تسهد ترى ابسط الامور اللي ات تطبقها بحب حطيت موجة الماي هنا كأنما البحر يتدفق من البالكون الى بيت تشوفوا الفونك شو هو رمزي يعني اي رموز للوفرة بالنسبة اليك تحسسك بالوفرة حطها يعني مثلا بالنسبة الي البامبو يرمز لي للوفرة العملات ترمز لي للوفرة اوكي راح تشيركم على هذا الشيء بعدين الماي يرمز للوفرة الشجرات ترمز للوفرة يعني مده اقول لك تعال الا تروح تشتري رموز لا ركز على الانصر في بيتك الخشب والانصر الدعم الى الماي وبعدين اي رمز يرمز لك يحسسك بالوفرة بالثراء في بيتك ممكن انت تحطه اوكي بعض الاشخاص عبالهم انا بده اصور قاعدة فقط ده اسوق او قاعدة بس اقول لكم لازم تشترونه رموز لا حقيقة انا اده اصور لانه قاعدة يتوصلني مسيجات صورينا وصورينا فحتى بس اوضح هذا الشيء اوكي يلا نكمل بالنسبة لهاي الشجرة احبها كلش لانه تتحرك فاذا عندك ايش يتحرك في بيتك في هذا الركون حطه لانه هذه الحركة رح تنشط طاقة تشي عندك طاقة تشي اللي هي طاقة اللي انا اريدها تكون في بيتي طاقة الوفرة ايش يتحرك في بيتك هو ممتاز اوكي ايضا عندنا الاحصان الاحصان من اقوى الرموز طبعا للشهرة الايجابية للمهنة و للفلوس اكيد يعني اصلا هو قاعد على الفلوس ازين اه هذه صناديق الوفرة ممكن تجيب لك اي صندوقين واحد واثنين وثلاثة وهناك صندوق المال صندوق الكنمال رح احكي عليه في جلسات ابرل ايضا رمز الاناناس شوف حتى لو تجيب لك اناناس من البيت وتحطها هنا نهمينها اوكي او تحط صورة الها لانه رمز الاناناس معناه في طاقة المكان في الفونج شوي بس اوفر صورها لكم افوا الاناناس في طاقة المكان في الفونج شوي معناها الوفرة المالية قادمة اليك يعني هتصير عندك فلوس يعني هتصير عندك فلوس وايضا هي رمز للحظ الايجابي او للوفرة او لطاقة الماء طبعا هي تنفتح واني حطها في الداخل ممكن تشتري هاني اشتريتها من السوق قادي وتحط بي اهدافك والنوايا اللي اتها تريد تشتريها لاحظوا لونها باللون الذهبي وبلون الاحمر لها شغلاتي يعني اي شي ممكن انه عندك ينفتح في الرقن الثارج وتحط بي نواياك اهدافك مثل صندوق المالي راح تكلم عليها مثل هذي الصنادق او هذي صندوق لافيه المالية اللي انا قلتها تتحقق اوكي خليونا نكمل الشجرة هذي تكلمت عليها في الانستقرار ايضا لونها احمر يجذب الطاقة اليه في ممكن انه اصلا تصنع صندوق مهما كان بسيط لا تستهين ببساطة يعني مثلا إذا حطيت فقط أس دولار صدقني رمز أس دولار واحدة هو رمز طاقن يستخدم في ريك المال يشحن هالتنا بالمال فممكن أنك يعني مثلا حطي رجش تحسسني بالثراء وهي أصبي هادركم لبرمجة عقلك الباطن هيا أحنا ليش نحط رموز أصلا حتى كلها فقط نحسس نفسنا مشاعرنا وعقلنا الباطن في أحنا أثرياء أصلا برمجة للأقل الباطن مثل توكيد رتش 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 رفت فممكن أنك تحط هذا الشي أو تحط أس دولار أو كلمات إيجابية توكيدات إيجابية لازم تعرف أنه الثراء هو شعور إذا أنت ما عندك شعور الثراء خلاص مولو هسه ما بسوي البيت كله وفونق شوي وعلى حسب الأصول ومدرشين وكله إذا أنت ما عندك مشاعر الثراء في داخلك استحق إتقاقك للثروة ثقتك بنفسك ما راح تحقق الثراء سر الفلوس وسر الثراء هي بالمشاعر وبالذبذبات وبالأفكار مثل ما أنا شرحت لكم سابقا أوكي فلما أنا مثلا أجي أحط شجرة أو أحط رمز هذا أو أحط حتى الزراء أو أي رمز أنا أحط أو فقط علامة الأس دولار أنا دا أحسس نفسي بالثراء دا أملأ هالتي بذبذبات الثراء عقلي الباطل من قاعد يشوف أس دولار من قاعد يشوف اللون الذهبي أو اللون الأحمر أو مثلا هذه الأملات قاعد يحس أنه أنا عندي الوفرة المالية وأنه من السهل والممكن أنه أنا أصير من الأثر حاطة أنا هنا أيضا الجبل لأنه في مدرسة الفلاينج استار النجوم الطائرة لهذا العام لهذا سنة 2018 نجمة الوفرة مثل ما قلت لكم موجودة في الجنوب الشرقي فالدعم إلها اللي غذيها هو أنصر الأرض فأني حاطة الجبل ذهبي صخور ممكن إبدأ تشتري هذا الجبل لأنه بيه كلمات شوف هذه الكلمات يعبارة مثل توكيدات للمال أو مانترا مع أي مال حتى لو صبغ أضافر ذهبي على فكرة يعني ممكن أنه ينفع ويجيب لك أحجار من الشارع شوف من أي مكان أو حطها في اتجاه الجنوب الشرقي وأيضا حطها من المال وممكن فقط أنك تجيب أي صخور عادية في بيتك وتصبغها باللون الذهبي أوكي اشتريها تشتري اللون الذهبي مثل هاي الأحجار عدد ثمانية طبعا هنانا وممكن أيضا أنك تحطها جنب باب المدخل البيض لتنشيط طاقة المال الضبادع حط ثلاث ضبادع أوكي في الأكاون كلها حقيقة أنا في كل زاوية في بيتي في كل وقن في بيتي في كل غرفة وعند مدخل الباب وحتى الباركونة حط الضبادع الضبادع شون ش سالفتها الضبادع تسبب لك قفزات في النمو المالي أوكي شوف حتى هي أصلا يعني جالسة على عملات فالضبادع هي من أقوى حقيقة من أقوى داخلها لبيتي أوكي فكل ما تقفز هي عبارة كل ما تقفز حتجيب لك الفلوس يعني هي فقط رمزي مثل ما قلتكم فونغو شوي هو رمز هو أبسط وأسهل الطرق اللي يمكن يجيب لك المال لأنه طبعا حطها فيه مدخل بيتك هي داخل لبيتك شوف أنا حطتها مثلا ببالكون أو شبك رمزي يعني أنت اللي حسسك الشي قبل يوميا بنت كلمتني فقالت لي نور ترى أنا بس حطيت الضبادع في البيت قامت تيجيني فلوس فأنتي همين أكثر الضبادع قلت أحب رمز الضفداء أوكي على فكرة ترى رمز الضفداء متوفر في الأسواق في كل مكان في حتى ديكورات المشاتل يعني لا توصين حريص أصلا أنا البيت كله ما ليت هاي الضبادع وفعلا يعني شي بسيط راح تشوف علي فرق فقط إذا أنت حطيت يعني في بيوتكم في المالات في الماكات ممكن تشتري بأي مكان يعني أوكي أو حتى إذا حطيت صورته يعني أحاول إنه أسهل لكم الموضوع سهلها تسهل رفداء المال الرمز الآخر في أحد سفراتي لما كنت تساكنة في ماليزيا يعني ماليزيا العشق كلش أحب ماليزيا أو أنه كل واحد يروح ماليزيا وقعها الجغرافي وأنصرها أيضا خشب للنمو المهم فكل المحلات في ماليزيا إذا اتت سافرت ماليزيا ستشوفها نطبق الفونج شوي وإذا ما نطبق الفونج طاقتها خرافية طاقتها رهيبة طاقتها طاقة فلوس اللي يريد يساوي فلوس خلي روح ماليزيا أوكي لأنه طاقتها حركية وممكن حتى ترسمة المهم فهذا يرمز للطاقة الفريش طاقة الوفرة المستمرة الوفرة المالية المستمرة تستمر شوي فحط رموز الوفرة فهذا كان أكثر رمز موجود في المحلات طبعا خذيتها منك ممكن تشتري في بلدك ممكن تحط صورته مروا لاحظ بكريستالات حتى تجذب الطاقة إليها أوكي فهو أحد رموز يعني فعنا أنا حسستني بالوفرة أوكي وين وصلنا السفينة وهذه يا أعزائي المستمعين هي سفينة الفلوس عندي إذا أنت ما حطيت أي رمز في بيتك أحرص أحرص وأخذها من عندي على وضع سفينة في بيتك ممكن سفينة الثروة ممكن ترى شوف السوق مليان سفن أوكي ممكن أطلع للبالكونة وأشوفكم أحد السفن اللي حاطتها أيضا في البالكونة ليش؟ لأنه السفن أولا في بيتك ولاحظوا أنا حاطتها على كارت مليون دولار كارت مليون دولار هذا وصني هدية ممتنة للبنت اللي دزت ليها اسمها سارة أولا تعتبر طاقة حركية ثانيا رمزها إنه تجلب الثروات من البحار من كل بقاع العالم حاليا هي تبيعة ممكن إنه وصارت مندوبتي ممتنة إلها والطاقتها ممكن تشتري من مندوبة الإمارات كارت المليون دولار إذا أنت حطيت رمز السفينة في بيتك أو حتى لوصورة أحرص على وجود الأملات المالية وياها كأنما حتى تجلب طاقة المال ولحظوا أنا حطيتها على كارت المليون بنية جذب ملايين الدولارات والحمد لله والشكر يعني باليوم اللي حطيت بي الكارت حقيقة حقيقة مو أسوي فقط تسويق للكارت المليون الوفرة المالية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فمثل ما قلت لكم هي رموز ممكن تنشط طاقة الوفرة تكون في بيتك وتبرمج أقلك بباطن سفينة عفوا المحفظة الحمراء تكلمت عنها المحفظة الحمراء بها رمز التنين الذهبي شوفوا عندي هنا مثلا التنين ذهبي وعندي هنا أيضا جرة المال بها عملات والتنين الأحمر التنين يعتبر من أقوى 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 الرموز في الفونج شوي أوكي فممكن التنين يرمز للقوة للسلطة للفلوس للشهرة لكل الأشياء الحلوة القوية هو التنين فمهم جدا عندك رمز التنين أصلا أنا حتى في أحد المرات رحت صاير في العراق في بغداد وقيت له أريد محبس تسوي لي محبس تنين من الذهب وفعلا صار لي محبس من التنين من الذهب لقوة التنين وتأثير التنين فمهم جدا يكون عندك أي رمز تنين في بيتك ممكن حتى لو صورة أوكي ممكن حتى لو إنت ترسمها على فكرة أنا أحب طاقة ترسم لأن إنت ترسم هذه الطاقة يعني طاقة إبداع طاقة طاقتك إنت موجودة فبالأكس هتكون كلش قوية إذا ترسمت فليهذا أنا أداروكم مثلا إنت ترسم تحط صورة أوكي والدجاجة التي تبيض ذهبا هذه أولا كلش أحبها زين ومو كل عقلي يعني أجي وألعب بيها وهي شي وأمتن للوجودها وأمتن للبيض الذهب اللي قاعدت بيضليها هذا الشي يعني ممكن هي برمجة الأقل الباطن ما يميز هذه حقيقة أن فقط يعني تحفية أو تمثال فأيضا من رموز الوفرة اللي تحسسك بالثراء ممكن أنه تجيبها واشتريتها من السوق يعني ممكن أنه تلقيها في بدشي أرفته فلما يشوفني مثلا أنا عندي دجاجة وأهتم بيها وقاعدت بيضلي ذهب زين فالأقل الباطن عبالي أنه هذه حقيقة ما يميز ولحظة الطاقة الطاقة ما تميز أنه هذه حقيقة هل هو هذا ذهب حقيقي أم لا أوكي فهذه الدجاجة اللي تبيض للذهب فلوني أصوركم هذا الحجر حجر الذهب هذا الحجر طبعا جبته من آخر سفرة إلى لاس فيغاس جبته منه كلاحظوا الذبذبات يعني هو يسمى حجر الذهب لكن مو ذهب حقيقي يعني أوكي لكن هو حجر الذهب يعني يرمز إلى طاقة وذبذبات ذهب وفأ اللمع الليبي فسابقا كانوا حقيقة يعني يحفغون الجبال في سبيل أنه يحصلون على هذا الحجر ويبيعون للناس يعني لن طاقته واو فإذا أتا حصلت مثلا في بلدك أو شي ممكن أنك تجيبه الخلاصة اللي أريد أقول لكم يعني مثلا شوفوا الرموز اللي أنا حطتها أوكي مو معنى أنتك أنك لازم تسوي معرض في بيتك ومدرس شنو ممكن تكتفي فقط بأنصر الخشب وبأنصر المي هذا واحدة كافية على أنه يجلب الوفرة المالية إلى بيتك الرموز هي لتنشيط طاقة الوفرة في بيتك تنشيط نجمة الفلاينجستار مثل ما قلت لكم مدرسة الفلاينجستار مدرسة النجوم الطائرة هي من أهم أهم المدارس في طاقة المكان أو إذا أنت طبقتها مع الفونج شوي الرموز الخاصة بهذا الشي لازم تعرف أنه في الفونج شوي اكتفي فقط بالعنصر اكتفي بالعنصر الداعم إلى هذا الشي رح أبقأك رح تحصل على وفرة خيالية إذا أنت طبقتها صح فبالنسبة لي أنا مطبقة الفونج شوي مطبقة مدرسة الفلاينجستار وده أنزل لكم كل شهر في حسابي على الانستجرام كيف أنك ممكن تطبق الفلاينجستار في بيتك بوضع العنصر بوضع اللون بوضع الرأيلك بعدين حط لك أي رمز يحسسك بالثراء وحط لك الرمز اللي ينشط نجمة النجوم الطائرة في ذاك الشهر مثلا مثل هذا الجبل الذهبي لاحظون الماترة المكتوبة اللي هي عبارة عن توكيدات للمال وهذا رح ينشط يعني الجبل الذهبي في الجنوب الشرقي رح ينشط عندك طاقة المال خلال عام 2018 فماذا ما قلتكم ممكن انك تشتر هذا الرمز ممكن انك تحط صورتة طبعا ما افضل تحط صورتة بقدر ما تحط أنصر الأرض فاو ممكن انك تجيب أحجار أو حصى وتصبغ بصبغ الأظافر أو بأي لون ذهبي وتحط في هذا ادبي أو تحط حجر السيترين أو هرم السيترين شواني حاط مثلا هنا ايضا لتقوية هذا فلما طبق الفونق شوي طبق الفلاينجستاروية راح تحصل على طاقة مضاعفة إيجابية من طاقة المكان أوكي فحتى تحقق الثروة عن طريق الفونق شوي في بيتك انتبه الاتجاه الجنوب الشرقي واتجاه الشمال الشمال في يوم آخر نتكلم عليه وليش يعني الشمال أيضا يعتبر مصدر للمال بالنسبة إليك الجنوب الشرق تحط عنصر الأرض عنصر الخشب مع عنصر المي الخشب والمي وخلص وبعدين نحط لك أي غمز يحسسك اتب الثراء ويشعرك اتب الثراء ممكن عملات عملات بلدك على فكرة أيضا ممكن حرف أزدولار ممكن أي شي حسك بثراء لكن الأهم 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 في طاقة المكان هو الاتجاه صحيح الأنصر صحيح والأنصر الداعم إلى الصحيح إذا طبقت هاي الأمور البسيطة راح تشوف فرق بإذن الله في طاقة بيتك وفي طاقة الوفرة المالية في بيتك شنو رأيكم أطلعكم للبالكون يلا نسيت أحجلكم على هذا أوف كان نسيته زين هذا هو برج الخنزير اللي هو الخاص بالأبراج الصينية أوكي الأبراج الصينية لها أهمية خاصة ومدرسة خاصة أصلا بالطاقة المكان وبها تفاصيل التفاصيل الصيني لما تعرف برجك الصيني شنو حط رمز برجك الصيني في اتجاه الوفرة في بيتك وفي اتجاه الوفرة حسب الكوان ما أريد أدوركم لكن للسهولة للسهولة ممكن تكتب في جوجل سنة ميلادك وحتى تعرف شنو هو برجك حسب يعني رقمك الطاقة مثلا عندي برج الخنزير اللي هو حسب الأبراج الصينية هو شف الساكن قاعد على عملات حطته في اتجاه الوفرة لجذب طاقة المال وحطته أيضا في اتجاه آخر في البيت في اتجاه النجاح والثروة المالية حسب الكوان شرحتها وبينت لكم أنه كل إنسان إلا أربع اتجاهات إيجابية أو أربع سلبية ممكن أنه إذا جلت يعني اتجاه الثروة بالنسبة إليك حسب رقمك الشخصي ممكن أيضا ترجع لفيديوواتي على قناة اليوتيوب الخاصة أنام في اتجاه الإيجابي إلى يحقق النجاح الصحة العلاقات الثروة إلى آخر وإذا كان نايم وجالس في اتجاه والمرب والنزاعات والأشياء السلبية إلها خليين بس أشوفكم شوية البالكون وشوفوا مثل ما قلت لكم لما يكون أكبر شبكة أو أكبر بالكون عندك في بيتك أو في الصالة مهم هو يعتبر مدخل الطاقة لازم أنت تدلل لازم أنت تدلع لازم أنت تراعي بالنباتات بأنصر الماء بكل الأمور اللي راح أذكرها إليك حتى تجذب هذي الطاقة لبيتك طاقة الجي طاقة الو تعلق لك هذي الأملات تجذب طاقة المال لبيتك أوكي هذي طبعا الأملات أيضا متوفرة عندي وتوفرة طاقة الخيرات والبركات فلاحظوا حتى في الباب أنا معلقة الأملات المأدنية حتى أي باب عندك لازم على فكرة ترا ممكن حتى تحط صورة أو تحط أملات بلدك ممكن أملات بلدك تحطها جنب باب مدخل بيتك المزل أو عدة شباك أكبر شباك أو أكبر بلكونة تحط أملات بلدك أو تحط ويها شريط أحمد لجذب هذي الطاقة أو إنك تكتفي فقط بالعملات الصينية ميزة العملات ميزة العملات الصينية تلاحظون الشكل المربع اللي بداخلها دعا حاول أصوركم ياه بوضوح شكل العملات اللي بداخلها هذا الشكل عفوا الشكل المربع أسفل شكل المربع اللي بداخلها يرمز لطاقة الأرض وشكل الدائري للعملات يرمز لطاقة السماء فكأنك جمعة طاقة الأرض طاقة السماء في بيتك وهي أعلى طاقة للوفرة المالية اللي ممكن إنك تدخلها في بيتك كش إلى طاقة كش إلى زبزبات آحنا فأي شي تحط في بيتك إلى زببات إلى طاقة ممكن أنه تنجلب لحقلك الطاقي أو لبيتك فهذه الأعملات هي ترمز لطاقة السماء وطاقة هنا في كون ذبذبي في ذبذبات ذبذبات اللي تصدر من عندك هي اللي أنت تجذبها مشاعرك أفكارك اللي تصدر من عندك أنت اللي تجذبها مهم جدا وجود العملات في بيتك لاحظوا حتى أنه هنا أنا عندي طبعا مليون دولار تشبير طبعا عندي كل الأحجام جايبا فحطته كرمز للوفرة المالية لأنصر الخشب كأنما أنا قاعدة أنمي وأزرع المليون دولار في بيتي مليون دولار الذهبي في بيتي طاوز يرمز للحماية للمزج فأني حطه رمزي نطاوز هنانا وهناك عدا ذلك هو بالنسبة لي رمز للوفرة رمز للثراء حسسني بالثراء فأني حطته في بيتي عدا اللون ماتة اللون الأخضر واللون الأزرق اللي هو اللي نشط اتجاه الجنوب الشرقي بالأخضر طبعا أنا أعتذر على الضوضاء الموجودة في الخارج والمي يعني فلوس لاحظوا أنه أيضا من الشطة نجمة لفلاين ديستار الثامنة وحطة عدد ثمانية من العملات لأنه البالكون عندي في الجنوب الشرقي ولازم تأخذها قاعدة المي يعني فلوس بكثر ما أنت أسرفت مي يعني أسرفت فلوسك لكن إذا أنت حطيت عنصر المي في أستأشرح لكم جوه لأنه هنا ضوضاء بس أصور لكم إياها أيضا أصر المي ترمز لاتجاه العلاقات حبايبي طبعا طاقة حركية مهم جدا طاقة حركية أيضا حتى في الشباك اللي عندك أو البالكون اللي يجذب هذه الطاقة العصافير راح أشرفح لكم على العصافير والفراشات والديك السحري بالنسبة لي هذا الديك الأحمر هو طبعا يوضع في الجنوب اللون الأحمر الديك في الجنوب يخلصك من كل مشاكل العمل من كل الإشاعات من كل الاسوال في المشوى لابد خلي نقول مشاكل كلها كلها ينظفك ويحمي عملك وشهرتك الديك يحمي عملك وجوه راح أشرح لكم ليش لأنه هنا ضوضاء الجنوب اللون الأحمر طبعا هو الخاص بيعصر الجنوب هو النار فلنضع اللون فالديك أيضا طبعا ينشط اتجاه الجنوب اللي هو اتجاه الشهرة إليك الشهرة الإيجابية باللون الأحمر يحافظ على سمعتك على شهرتك وينشط الشهرة بالنفس الوقت وحافظ على عملك ويني أشوفكم الباب السحرية اللي هي تعتبر هي يعني بوابة الوفرة بالنسبة إلي بوابة المؤجزات الطاقة الحلوة هي كرمز حلو بالنسبة يعني أنت ممكن تحط أي رمز أنت حاب أي رمز يحسسك بالوفرة بسحر الكون بجمال الكون ممكن أنك تحط طبعا همش الطاقة الحركية يعني هذه النبتة اسمها جيد تري اللي هي نبتة المال أو شجرة المال يعني أحرص على وجودها في بيتك ممكن تروح للمشاثل وتشوفهم صورتها أو تكتب صورتها في الجوجل وراح يطلع لك اسمها هي تعتبر من النباتات المال ونباتات الحظ ونباتات أو شجرة المال شجرة الحظ الإيجابي لاحظ أنه أوراقها عريضة جدا إذا ما لقيتها فأحرص على أنه النباتات في بيتك تكون أوراقها عريضة خبرة وعريضة مو مثل الصبار أو بها أشواك هذه جدا سيئة في بيتك لاحظة هذه السفينة التي قلت لكم عليها اشتريتها من السوق ممكن أي سفينة بسيطة تضع هاي تجيبها في بيتك تحط بها أملات بلدك وتحطها في تجاه الجنوب الشرقي أو تحطها في مدخل بيتك أو تحطها عدة شباك لجذب الوفرة بالنسبة لي أنا عندي عدد كثير من السفن يعني السفينة تحطها في اتجاه الجنوب الشرقي تحطها في مدخل بيتك تحطها حتى في المهنة تحطها في الشمال الغربي تحطها في أي ركن المهم تكون موجهة إلى داخل بيتك يعني كأنما فايتة للبيت مو العكس ولا تحطها يعني فايتة من الباب باب بيتك وعند كثير أصافير أنا حاطتها هنا أصفور أصافير رح ربعا ببغاء وأيضا عندي هاشوفكم هذي أيضا عصافير ولتو ليش أنا إذا أحرص على طاقة العصافير لأنه العصافير تجلب الفرص المميزة إلك بكثر ما إنت حطيت صورة عصافير رمز للعصفور مثلا أو بتدي الأجراس ريح المعلقة بالعصافير بكثر ما جذبت الوفرة لبيتك الفرص المميزة لبيتك وطاقة الجي يعني وطبعا هناك شجرة العصافير اللي أنا سبق أنه شرحتها سابقا العصافير من أهم أيضا الرموز اللي تجلب الفرص المميزة إلك فرص مميزة ممكن تكون مشاريع ممكن تكون أفكار وممكن تكون زباء كثيرين 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 فالعصافير مهمة حتى ممكن أنك تحط طعام خاص للعصافير في البالكون في مثلا نحن سحط هذي طبعا باللون الأحمر للعصافير لجذب طاقة الأصافير للبيت طبعا في كل زرعة حط فراشة تقريبا هنا فراشة هنا فراشة وإيج فراشة الفراشات ترمز إلى الطاقة الحركية للبيت للركن اللي تتحط بي فالفراشات أيضا رمز حلو كطاقة حكي لا تريد تتحرك الروفون تحرك طاقة الاتجاه معين حط رمز فراشة بس عدى غرفة النوم شوف هذه أخذها غاعدة من عندي طرق المأدن بالمأدن يعني فلوس يعني الزبائن يعني كثير فرص أيضا يعني طاقة تشيف وبنفس الوقت تنظف الحقد الطاقي وتعمل على كالهاج للأسهم المسمى بعض الحالات أيضا مثل ما شرحت ها سابقا للأجراص الريح ورح أشوفكم شيء ثاني أيضا كنوع يعني لطرق المأدن بالمأدن أحد الأمور اللي أنا أحرص على أسويها هي طرق المأدن بالمأدن هذا الجراص الذهبي افتح باب بيتك كل يوم الصبح وأطرق وأيضا الشبار أو البالكون هذا الشيء رح يعمل على جذب الفرص جذب الزبائن إليك الجراص الذهبي لأنه طرق المأدن بالمأدن معناه أفلوس فرص وزبائن أهم شيء أيضا حابة ذكرها لما أنت تنشط أي اتجاه في بيتك أي ركم في بيتك على سبيل المثال وكن الثروة لما أنت تجي تحط الزرع أفرا اللي هو أنصر الخشب حاول أنك تتخيل حياتك كيف رح تكون تخيل الثروة اللي رح تجي تخيل الأرقام المالية اللي رح تنزل بحساباتك المبالغ المالية عفوا اللي رح تنزل بحساباتك تخيل مثلا الزباين الكثار اللي رح يكترون تخيل كل الأشياء اللي أنت تريد تمتلكها من بيت سيارة أشياء مادية إلى آخر وانت تنشط وكن الثروة في بيتك هذا هو نوع من البقد الروحي لطاقة المكان أوكي أو مثل وعدتكم إن شاء الله هذا الأسبوع بإذن الله رح أنزلكم تأمل لجذب الوظيفة على قناة التليجرام أنوي لكم الوفرة اللامحدودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر